الطالب خلي ركز على فقرة مهمة جدا هنا يقول جد معدل تغير المسافة إذن أنت عندك هنا موضوع المسافة فأنت ركزي على قانون المسافة قانون المسافة بين نقطتين X1 خلينا نقول مثلا النقطة A اللي هي X1 Y1 والنقطة B هي X2 Y2 قانون المسافة طول A-B يساوي جذر X2 نقص X1 الكل تربيع وإذا قلت X1 نقص X2 الكل تربيع نفس الشي لأن القوس التربيعي ما رح يأثر عندنا الإشارة السالبة زاد Y2 نقص Y1 الكل تربيع إذن هذا هو قانون المسافة قانون المسافة بين النقطتين إحنا السؤال يقول جد معدل تغير المسافة بين نقطة تتحرك على القطع المكافئة إحنا نفرط النقطة مثلا بها المكان هاي النقطة هاي النقطة أو هنا النقطة رح تصير طبعا أنت عندك هاي نقطة الأصل هاي النقطة اللي هي 00 وهاي النقطة رح نفرضها X و Y فانت عندك هاي النقطة تتحرك الصير هنا تتحرك الصير هنا المهم انه هي تتحرك على هذا الكيرف على هذا المنحني اللي هو Y ساوي X تربية زايد 1 هنا عندك هنا نقطة الاصل يعني جد معدل تغيير المسافة بين نقطة تتحرك قلنا هاي النقطة تتحرك وعندك نقطة الاصل هاي نقطة الاصل اللي هي 0-0 هنا عندك مسافة اذا انا رح اسوي المسافة بين نقطة الاصل والنقطة X و Y احنا النقطة نفرض النقطة نفرض النقطة هي X و Y هاي و Y وعندك و نقطة الاصل اللي هي 0-0 فالمسافة بين النقطين نقول هاي اللي يساوي جذر X-0 الكل تربيع هاي الـ X الأولى الكل تربيع زايد Y-0 الكل تربيع راح يصير عندي جذر الـ X تربيع زايد Y تربيع انت عندك الـ Y يساوي X تربيع زايد 1 هذا معطى اذا انا اش راح اسوي راح ابدل هاي الـ Y هاي الـ Y راح اشيلها هاي الـ Y اخلي بمكانها X تربيع زايد 1 اذا L L يساوي جذر X تربيع زايد X تربيع زايد 1 الكل تربيع لان هاي الـ Y هاي الـ Y بدلناها بـ X تربيع زايد 1 هسا يتساءل الطالب يقول لك ليش انت سويتها كلها X تربيع ليش ما سويتها Y تربيع لانه انت المعطى عندك هنا المعطى عندك DX على DT لو مطيني DY على DT لان هاي اللي يساوي جذر كلها يساويها بدلالة Y هسا راح ابدأ افتح القوس اللي هو داخل الجذر والطالب يقدر ما يفتح القوس بس خلنا افتح القوس X تربيع زايد مربع الاول X تربيع من اتربع X4 زايد ضعف الاول في الثاني يعني 8X تربيع زايد مربع الحد الأخير عندنا عوامل حدود مشابهة إذن L راح يساوي لي جذر ثلاثة X تربيع اجمع هاي اللي X تربيع اثنين X تربيع وهنا عندك X X تربيع اجمع هاي اللي X تربيع دلالة X هسا راح ابدأ اشتاق بالنسبة للزمن DL على DT اه مشتقد الجذر التربيع مشتقد داخل الجذر اللي هو ستة X زايد أربعة X تقعيب على اثنين في نفس الجذر اللي هو ثلاثة X تربيع زايد XS أربعة وطالب يقدر يرتبها يعني تنازليا XS أربعة خليلي قدام ثلاثة X تربيع لي ورا زايد واحد يقدر هنا ما ننسى DX على DT انت ايه هاي الكمية هاي الكمية آني منطينيها بالسؤال ثمين فتقدر تخلي هنا ثمين فهاي الاثمين راح تختصر ويا هاي الاثمين إذن DL على DT يسعو ستة X زايد أربعة X تقعيب على جذر ثلاثة X تربيع زايد XS أربعة زايد واحد هذه هي معدل تغير المسافة بين نقطة تتحرك على القطع المكافئ ونقطة الاصل ونبهكم على فقرة مهمة انه كلمة هذه القطع المكافئ اي دالة تربيعية هي تعتبر قطع مكافئ فالطالب ليس عند ارتباك من يشوف كلمة هاي الجملة انه هذا القطع المكافئ ترجمة نانسي قنقر